تعمل الكتل الناشئة المعارضة داخل مجلس النواب على توحيد مواقفها قبل دخولها سباق التنافس مع الكتل التقليدية لانتخاب رئاسات اللجان النيابية الأسبوع المقبل قد يكون حاسما لإنهاء ملف اللجان وتوزيع النواب عليها قبل تمتع أعضاء المجلس بعطلتهم التشريعية ممكن أنه جميع اللي خارج هذه الأحزاب نتفق ونتحدث باسم يعني ككتلة واحدة وناخذ استحقاقنا بشكل واضح من المجلس بدون هذا يعني هذا التشتت ما راح يخلينا أنه فعلا ناخذ استحقاقنا كاستحقاق الكتل الناشئة أو المستقلين أنا باعتقادي مثلا نحن ككتلة كردية بتسعى مقاعد أكيد سيكون لدينا يعني رئاسة لجنة توصل أكبر الأحزاب الكردية إلى توافق حيال وزارتي البيئة والإسكان والإعمار قد يساهم بزيادة الضغوط لحسم رئاسات اللجان النيابية في ظل توقع نواب بترديد الوزراء المرشحين اليمين الدستورية بداية الأسبوع المقبل موضوع الوزارات جدا مهم اليوم يدار بالوكالة وزارة الأعمار والإسكان ووزارة البيئة وبالتالي لا بد من حسم هذا الموضوع ونعتقد أنه مطلع أسبوع القادم قد يكون السبت أو الجلسة اللي بعدها على اتبار مواضيع الجلسة نشرت فأتوقع بالجلسة اللي تليها يحسم هذا الموضوع أنا تأمل أنه أيضا موضوعات اللجان أيضا يكون إلى جلسة خاصة مع ترديد القسم للوزراء وفق النظام الداخلي لمجلس النواب لم يبقى للبرلمان سوى الأسبوع المقبل قبل تمتع نوابه بعطلتهم التشريعية التنافس بين الكتل التقليدية على اللجان النيابية يعيق انتخاب رئاساتها وتشضي الكتل الناشئة المعارضة قد يحرمها من استحقاقها في تولي عدد من اللجان الرئيسة أحمد عرام العراقية الإخبارية بغداد